ماكس تسيت أين ماكس ينتقل أين تسين فعل معناه ينتقل من سكن إلى سكن آخر إيش تسيه إن أين نوي فونو أين أنا أنتقل إلى شقة جديدة حرف جرئين هنا استخدمناه مع أكوزاتيف لأننا عندنا الانتقال من مكان إلى مكان آخر تغيير مكان يعني توم يدرس الاقتصاد في الجامعة دي ويرتشافت هو الاقتصاد دي أونيفرزيتيت هي الجامعة في المعنى درس يدرس إيش تدير ميديتسين أنا أدرس الطب زي شتودرت بيولوجي هي تدرس البيولوجيا دي ميديتسين ودي بيولوجي شتودرت زوتسيولوجي هل تدرس علم الاجتماع بزوتسيولوجي ويريد أن يصبح فيما بعد موظف بانك أو مصرفي لكي تعبر عن ماذا تريد أن تصبح في المستقبل يمكنك أن تستخدم إش موشت يعني أنا أرغب أو أنا أود موشتن تستخدمه للتعبير عن الرغبات أو الأمنيات ثم ماذا تود أن تصبح في المستقبل ثم الفعل في آخر الجملة إش موشت بيلوت وردن أنا أود أن أصبح طيار إش موشت فوتوغراف وردن أنا أود أن أصبح مصورة إرونت ميت زينا فروندن هو يعيش أو يسكن مع أصدقائه إينا جروس في شقة مشتركة كبيرة ويغي اختصر لي وهي الشقة المشتركة يعني تقاسم شقة واحدة بين عدة أشخاص اليوم سوف يأتي زميل أو شريك جديد للشقة يعني زميل سكن جديد هو زميل السكن يعني زميل السكن الجديد يدعى ماكس يعني 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 عندنا نفس الحالة النوميناتيف دائما يكون الفاعل في الجملة في النوميناتيف مت بيفونا هو الفاعل في كلتا الجملتين وعندنا نفس الإسم ولكن عندنا نهايتين مختلفتين للصفة الفرق هو في الجملة الأولى عندنا أدى التنكير وفي الجملة الثانية أدى التعريف دير يعني يسأله إن هي ضمير شخصي هو في أكوزاتيف في الضاتيف تصبح مثلا أنا أساعده أدات الاستفهام تكون في الموقع الأول والفعل يكون في الموقع الثاني ماكس يجيب أنا أدرس التمثيل وهو التمثيل أنا أنوي أن أصبح ممثل الفعل فوهابن يعني خطط أو نوى تستخدمه لكي تعبر أنك تخطط أو تنوي شيئا ما أنا أنوي أو أخطط الذهاب للسينما عادة عند استخدام الفعل فوهابن تستخدم معه أيضا تسو إش هاب فور شبورت سو مخن أنا أنوي ممارسة الرياضة در شاوشبيل الممثل دي شاوشبيلرين الممثل توم فرقت توم يسأل فوهاب كمستو من أين أنت تستخدم هذا السؤال لسؤال شخص ما من أين هو من أي بلد أو من أي مدينة إش بن أو ستر شويتس أنا من سويسرا بعض الدول في اللغة الألمانية نستخدمها مع أدوى التعريف حرف جر آس دائما نستخدمه بلوس داتيف دي شويتس تصبح دير شويتس في الداتيف لكي تجيب شخصا ما سألك من أين أنت إما إش بن أوس أو إش كوم أوس توم فرقت فايتا توم يواصل السؤال هستو جشفستا هل عندك إخوة هنا سؤال مباشر يعني الإجابة عليه سوف تكون إما بنعم أو لا الفعل موقعه هو الأول ولكن عندما استخدمنا أداة استفهام كان موقع الفعل هو الثاني ماذا تدرس هل تدرس كم عدد الإخوة التي عندك هل عندك إخوة كم تستخدمها للسؤال عن عدد شيء ما؟ يعني للسؤال عن العدد لا إش هاب كاينو جشفستا لا أنا ليس عندي إخوة هنا استخدمناها للنفي لكي يقول أن ليس له إخوة نستخدم كاين لكي ننفي الأسماء هنا دي جشفستا يعني الإخوة لنفي الإخوة مثلا إش هاب كاينو جشفستا ليس عندي أخة إش هاب كاينكند ليس عندي ولد إش هاب كاينو جشفستا ليس عندي إخوة كلها في أكوزاتيف لأن الفعلAME هو فعلون't plus أكوزاتيف ثم يسأل توم كيف تجد أو ما رأيك في الشقة تستخدمها لسؤال شخص ما عن رأيه في شيء ما أداة استفهام تعني كيف والفعل يعني وجد هو فعل يعني أي شيء بعده يكون في أكوزاتيف كيف تجد أو ما رأيك في المدينة كيف تجد مهنتك كيف تجد أو ما رأيك في الأكل يعني الشقة كبيرة ومضيئة هيل صف معناها مضيء وضدها دونكل يعني مظلم ثم يسأل متى سوف تبدأ بالدراسة الفعل بيجينا يعني بدأ يبدأ يكون معه حرف جر مت يبدأ بشيء ما ومت دائما بلوس داتيف تصبح دم شتوديوم في الداتيف اش بيجينا مت دير عبايت أنا أبدأ بالعمل زي بيجنت مت دم كوخن هي تبدأ بالطبخ اش هاب كاينو آنو أنا ليست لدي أي فكرة تستخدم هذه العبارة لتعبر أنك ليس عندك أدنى فكرة عن شيء ما زي وردن أونس نخ بشيد جيبن يعني سوف يخبروننا يماندم بشيد جيبن يعني إخبار أو إبلاغ شخص ما أونس دا مير شخصي نحن في الداتيف إش ورد دير بشيد جيبن يعني سوف أخبروك أو سوف أعلموك ثم يسأل ماكس أين هي غرفتي أداة استفهام معناها أين لأن عندنا الفعل زين عند استخدام الفعل زين دائما نستخدم النوميناتف تبقى نفسها في أكوزاتيف ولكن في الداتيف تصبح تم يقول بجانب غرفتي تعني بجانب من بين حروف الجر التي نستخدمها أحيانا مع الضاتيف وأحيانا أخرى مع أكوزاتيف هنا بلوس ضاتيف لأننا فقط نصف الغرفة أين موقعها أين توجد ليست هناك حركة اشتيل دي فلاشة نيبن دس غلاس أنا أضع أقوم بوضع هناك حركة القارورة بجانب الكأس دي فلاشة شتيت نيبن دم غلاس القارورة موجودة بجانب الكأس ليست هناك حركة أصف فقط موقع القارورة أين يوجد توجد بجانب الكأس ماكس شاوت زيخ أم ونزاكت ينظر ماكس حوله ويقول زيخ أمشاون في الإنعكاسي منفصل معنى نظرة حوله أو ألقى نظرة حوله يبدو أنني يجب علي أن أشتري بطانية جديدة يبدو أن يبدو أن السيارة معطلة كابوت عندما تصف شيئا ما أنه معطل عندما تستخدم دس تضع الفعل مصرف في آخر الجملة الفعل كوفن هو فعل بلوس أكوزاتيف معناه اشترى يشتري لهذا السبب عندنا يعني بطانية جديدة هي البطانية أو اللحاف عينة أدى التنكير الأسماء المؤنثة في آكوزاتيف وفي النوميناتيف في الضاتيف تصبح عينة ترجمة نانسي قنقر